أنا هقولك على حاجة أنا بعملها بس يعني ما هيش صحة يعني مش عشان ناس تعملها هي أن أنا قبل ما سافرت سفرية عارف أني أطخم فيها أو قبل ما يبقى عندي مثلا عيدة كبيرة أو رمضان وكده بعمل ريجيم بجد اللي هو أخسلي 2-3 كيلو عشان قبليها آه قبليها عشان لما أطخنهم في العيد ترجع لوزنك العيد آه ما بقاش متدايق لأنه فعلا هو دي طريقة بننصح بها الناس كلها طب دي حارتك بتقول دي بتاعتك بس مش الناس كلها تعمل بيها لأن أنا بيبقى الحياة نيتي خبيثة أن أنا ناوي في العيد أطخن آه فهي دي المشكلة إنما أنا أصدي أنه ده يعني تصرف كويس أن أنا أبقى عارف أني أنا مثلا حزيد كيلو ولا 2 كيلو فنزلهم وبعدين أزدهم مش هزيدهم وبعدين ننزل بالضبط ده بيبقى إيه يعني أعايز أقولك أني أنا مثلا الحمد لله يعني وزني هو هو من يوم ما فتحت العيادة للنهاردة يعني زيت 2 كيلو في 33 سنة ماشاء الله الله فده لأن أنا بلحق نفسي أول بول ممكن ناس تقولك طب أنا خلاص تخنتي يعني في رمضان والعيد الصغير والمصيف والعيد الكبير تخنتي برضو ألحق نفسي أول بول إن كنت تخنت 4 كيلو حيحتاجه 4 أسابيع ننزلهم ونبقى إحنا كده نعمل تسبيت بقية السنة فدي حاجة كويسة المفروض الحقيقة الناس تعملها اللي هو أول بول اشتركوا في القناة